ألام الركب ألام المفاصل أسفل الظهر عنا ألم بالأعظام بشكل عام بعض الناس تحس بي توهن بجميع المفاصل خاصة الكبار بالعمر شوي يعني بعد الأربعينات خمسينات وما فوق نلاقي في عنا ألم بالركب أكثر ما يكون لما نطوي إجرينا لما بدنا نصلي وكون إحنا بحالة السجود طوي الركب يصير ألم شديد ما يقدر يتحمل أنه يظل أكثر من دقيقتين أو ثلاث فيريد فورا أنه يمد أجره لحتى يرتاح لأنه ألم شديد جدا ضمن الصابونة ضمن الركبة طيب إحنا خذينا براهم من الدكاترة خذينا علاجات خذينا حبوب كلهم سكنات حتى الواحد يرتاح فترة بينما يمشي حاله لكن ما في نتيجة الحلوين الحل اللاقي بالأعشاب الطبيعية بالطبيعة اللي إحنا نعرفها هي علاج حقيقي فعال رح أعطيكم علاجات علاج للركب وأكثر من علاج يعني وصفتين وثلاث طبقوها ودعوني إن شاء الله رح تستفيدون بإذن الله عز وجل أول شغلة أنا يذاكركم فيديو عن طريق التمر رح أعطيكم عدة علاجات طبقوهن رح تستفيدون وتدعو لي تكون صدقة جارية إن شاء الله بحياتنا ومماتنا إن شاء الله وتعالى نجيب التمر نجيب إنا من السبعة إلى عشر حبات تمر نطالع العجوة نعجنهن نحطهم بهاون أو غيره أو بطحانة نطحنهن أو ندقهن ناعم نجيب ملعقة زنجبيل مطحون يابسة ناعمة طبعاً نحط معاها ونجيب إنا خمسة حبات من الثوم كذلك نهرسل معاهم نجيب زيت الزيتون إن كنت عليها زيت الزيتون الأصلي ونعجنهن بزيت الزيتون ونحطهم بشي شاشية شاشية يعني نحطهم ضباء وعلى مكان الألم إن كان على الركب أو كان أسفل الظهر أو أي مكان بمفاصل إجريك بإيديك بأي مكان نحط عليهم ربع ساعة إلى عشرين دقيقة ونشيلها بإذن الله رح يخف عليك الألم مو إنه مسكن ألم إنما علاج حقيقي فعال بإذن الله عز وجل كل يوم نكره العملية لمدة أسبوع بضاعة أول يوم وثاني يوم رح تطيب ثالث يوم ما يظل بيكشي إن شاء الله وتعالى لكن إذا ظل آثار ألم لا توقف ظل مستمر لحتى يطيب خالص إن شاء الله وتعالى طبعاً بالإضافة إلى المشروبات والأعشاب اللي بدنا نأخذها حتى نستفيد منها لموضوع الركب والمفاصل بشكل عام بزر رشاد مع الحليب نشربه يساعدنا ما يطيبنا لكن يساعدنا على الشفاء إن شاء الله نأخذ السمسم هو الأهم والأفضل السمسم السمسم أفضل أنواع العلاجات لموضوع الركب والأعظام بشكل عام والمفاصل نأخذ السمسم كل يوم نأخذ ملعقة من السمسم نحطها على نوع من الطعام نحطها على نوع من الشراب نحطها على نطحنها الحالة نشربها على ميصاخنا السمسم ممتاز الكركم رائع جداً نأخذ من بزرق الرشاد كذلك نحطها مع الحليب نقدر نشربها نحطها مع العسل نشربها نحطها بأي شيء نقدر نشربها حتى مع اللبان البطاطا السلق البطاطا المسلوقة كذلك مفيدة ممتازة جداً البامية ممتازة جداً للمفاصل والركب طيب من الزيوت إذا بدنا ندهن من الزيوت غير خلطة هاي خلطة طبعاً ثانية غير خلطة التغر هذا الفيديو لازم يكون كل الناس تستفيد وكل الناس راح أطيب وتدعي لي وأني متأكد مليون بالمئة أنه كل الناس اللي فيها ألم وطبقة الشيء اللي الشيء اللي أنا ذاكره واللي أذكره راح أطيب راح أطيب مرح أنه يصير عندك تسكين آلام أو فترة أو الطيب لا راح أطيب إن شاء الله لكن داوم على هذا العلاجة البسيطة جداً موجود بكل بيت بكل مكان إشارة تعالى الزيوت نجيب زيت السمسم وزيت الكافور ونجيب زيت القرنفل زيت النعناع زيت اللوز الحلو هاي زيوت كلها كويسة لكن أفضلها أفضلها زيت القرنفل والسمسم والصبار هذا أفضل نوع زيوت لموضوع الركب ندهن ونلف عليها شيء من الصوف أي شيء من الصوف اللف عليها بعد ما ندهنها وحطينا شيء من الصوف ضبة يعني ونخليها من المساء للصبح لكن أنصح أنصحاني وأفضل دائماً على أنه أنت لما بدك تدهن الركب وعندك ألم تحمم مية صاخنة شيء يخذر جسمك وفوراً نشف وجسمك صاخن قبل ما يبرد الجسم المسامات مفتوحة راح تبلش تستفيد دهن بشكل دائري وطول بدلك يعني لما تدلك إجريك لا تحط الدهن ودقوم لأنه ما راح تستفيد بدك تطول بدلك طول بدلك لحتى تستفيد إن شاء الله راح تاخد نتيجة من السبعين إلى مية بالمية يعني من السبعين بالمية إلى مية بالمية إن شاء الله نتيجة ممتازة فعالة راح تدعينا إن شاء الله العلاجات كلها راح أحطها على اليوتيوب بصفحتنا مركز الطب النبوي على اليوتيوب كل العلاجات اللي أنت مرايدين تسألوني عليها راح تلاقونها على اليوتيوب تابعا صفحتنا على اليوتيوب واستفيدا انا قدمت لكم اشياء ممتازة جدا ما حد يعطيكم اياها اشياء ممتازة جدا من الطبيعة علاج حقيقي فعال مو مسكن الام ولا مضاد التهابات فقط انما علاج فعال باذن الله عز وجل هاي العلاجات اعتبرها صدقة جارية لكل انسان محتاج لكل انسان في مشكلة تركب كبار بالعمر والم ما خلم ادوية والله خذوها وما استفادهم هذا العلاج داوم عليه اقل ما يكون اسبوع الى اسبوعين نتلاقي نتائج ممتازة باذن الله والريد الدعاء العلاجات كلها راح حطها على اليوتيوب ان شاء الله وتعالى على صفحتنا في شغلة بس اريد افيد الكل كل الاخوتنا في ناس رسلتنا مشان موضوع الكورون يا جماعة اني ما لي قدرة ولا لي استطاع ان يرد على ملايين الناس يعني راح ارد على كل الناس طبعا بس ما اني قدرة ارد عليك بنفس اليوم او نفس الساعة او ثاني يوم يعني لما اني فتحت هالرسائل وبلشت ارد على مية ميتين خمسمية زاد عندي بين ما رديت على الميتين ثلاثمية زاد عندي الف بني ادم الفين ما اقدر ارد على الكل في ناس تقول مثلا انه ليش مايردون ورد مشان الله لك يا اخي والله راح نرد على الكل ورح نجاوب الكل لكن الصبر طولا بالكم علينا يومين ثلاث خمسة راح رد عليك ان شاء الله وتعالى وانجاوبك على كل شيء بدك يا علاجات متوفرة عنا جميع العلاجات يصلا ضمن تركيا الشحن متوفر موجود خلال يوم واحد يكون عندك برة تركيا خارج تركيا يعني بأي دولة كانت بعد العيد ان شاء الله راح نسوي لكم موقع ونحط لكم واي واحد يطلب من الموقع العلاج اللي بده يا يصلى عنده خلال اربع خمس ايام برة تركيا ان شاء الله وتعالى حياكم الله اشتركوا في القناة